أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة وضعت في اعتبارها كل السيناريوهات حال تأزم الأوضاع في المنطقة وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الإسبوعية بالعاصمة الإدارية أوضح مدبولي أن مصطلح اقتصاد الحرب يعني تأمين احتياجات المواصل بشكل أساسي مشيرا إلى أن مصر ثوابتها واضحة ولن تنجرف لحروب إلا إذا حدث تهديد مباشر للدولة لما بقول كلمة اقتصاد حرب مش معناها أن مصر حتدخل حرب ودي أنا بأكد عليها ثوابت الدولة المصرية أنها لا تدخل في حرب إلا إذا هددت بصورة مباشرة وحصل عليها تهديد مباشر لحدودها أو مقدراتها الرئيسية لكن غير كده مصر دايما ماشي بأسلوب متوازن جدا وسوابتنا واضحة جدا وإن إحنا قواتنا المسلحة للدفاع عن الدولة المصرية إذا حصل لها تهديد مباشر فبالتالي لما بنقول هذه الكلمة بتكلم على سيناريوهات لو ماذا لو النهاردة وأعتقد حضركم بتبعين مش سر إذا ما تفاقمت الحرب اللي موجودة النهاردة وتم استهداف المنشآت النفطية والمنشآت النووية اللي موجودة في المنطقة ماذا سيحدث؟ وإذا الموضوع تحول إلى رد متبادل والموضوع تفاقم وخرج بر السيطرة بالتالي هناك تدعيات حتبقى هائلة على كل حاجة بما فيها أول شيء أسعار البترول وأسعار المنتجات وتأمين وصول المنتجات حتى بغض النظر عن سعرها حيبقى زي إن إحنا بتؤمن إنها تروح للعالم كله بما فيه مصر وبالتالي لازم ده نكون حطينه كسيناريو شكرا